اشتركوا في القناة طبعا القمر ما زال موجود في برج القوس وبدو ينتقل لبرج الجدي في ساعات تقريبا بعد العصر هو موجود في منزلة البلدة وهي للثبات والربح والسلامة رح ينكث فيها حتى تمام الساعة 14 دقيقة مساء من مساء يوم الجمعة 34 لينتقل بعدها لمنزلة سعد الذابح وهي للعلاج والفراق والخلاص والحرية طبعا اليوم عندنا كثير زوايا فلكية فبتكن تركزوا معي طبعا القمر الآن هو موجود بالقوس زي ما حكينا رح يضل ساعات العصر تقريبا من الآن للعصر منشعر بالابتهاج ومنجد الناس أكثر مراحا ومننطلق على سجيتنا وبيتوجه تفكيرنا من خلال تفاؤلنا لعالم الفلسفي والدراسة الدينية كما من ميل الترحال والسفر والرياضة والمغامرة وبو سعنا اقتراض المال ودراسة لغة جديدة والاستمتاع بهواية ما وتجربة الحظ والتخطيط لرحلة ما أو إجراء مكالمة مع شخص في مكان بعيد طبعا بالنسبة للزوايا الفلكية هي أول زاوية هي زاوية بطيئة هي زاوية التزديس إيجابية بين عطارد وبين نبتون وهاي رح تكون في تمام الساعة ثنتين وستة وعشرين دقيقة صباحا نصبح قادرين على قراءة مشاعر الآخرين من حولنا دون أن يعبروا عن ذلك صراحة أما بالنسبة للزاوية التي تليها فهي زاوية تربيع سلبية بين القمر وبين نبتون وهاي رح تكون في تمام الساعة ثلاثة واثنين واربعين دقيقة صباحا بتجعل بعض الأشخاص يجنحوا إلى العيش في عالم وهمي من نسج خيالهم بعيد عن الواقع وبتجعلنا غير عمليين في تصرفاتنا وبنعتمد في مشاعرنا على مشاعر الآخرين أما بالنسبة للزاوية التي تليها فهي زاوية تزديس إيجابية بين القمر وبين المشتري وهاي رح تكون في تمام الساعة وحدة وستة وعشرين دقيقة بعض الظهر منهتم بشكل كبير بمشاكل ومتاعب الآخرين من حولنا كأنها مشاكلنا أحنا ومنحاول أنه نساعدهم قدر الإمكان يعني زي عمل إنساني وبتلوح الفرصة للتحصيل على مكسب مالي وبتساعدنا في تعزيز الروابط العائلية بعد هاي الزاوية يعني بصير في عنا خلو المسار يعني خلو المسار رح يبدأ في تمام الساعة وحدة وستة وعشرين دقيقة بعض الظهر ورح يستمر حتى تمام الساعة أربعة وخمستعشر دقيقة مساء ودائما حكينا خلو المسار هو عند انتقال القمر من برج لآخر وعند آخر زاوية بتكون بتتشكل هي بيبدأ خلو المسار لأول زاوية بتتشكل فهاي الفترة اسمها خلو المسار وفترة خلو المسار فترة سلبية لا تصلح لأي خطوة جديدة أو مهمة في حياتنا وبيشمل ذلك موليد جميع الأبراج دون استثناء طبعا الساعة أربعة وخمستعشر دقيقة مساء يعني عند المغرب دقريبا القمر بصير موجود بالجدي أو باستقر بالجدي وتأثير القمر بصير على كافة الأبراج بهاي الفترة منعود لطبيعتنا الجادة ومنحاول إنجاز عمل متراكم منجد أن الأمور ما بتصير معنا بسهولة وممكن تسيطر علينا روح التشاؤم أو على البعض مننا علينا الإجتهاد أكثر بوسنا الشروع بعمل جديد وشراء تحفي أثرية أو البدء بحمية أو شراء بوليس التأمين بعد الانتقال مباشرة بصير في عنا زاوية هي زاوية بطيئة زاوية اقتران سلبية وهي بين الشمس وبين أورانوس طبعا مش السلبية القوية فيها هي راح تكون في تمام الساعة سبعة وثلاثة وخمسين دقيقة مساء وعادة أي زاوية سلبية بين الشمس وبين أورانوس بيتمرد بعض الأشخاص وبيتصرفوا دون اكتراث للعواقب كما أنه ممكن يتمرد بعض الأبناء على أهاليهم غالبا بتحدث في هاي الزاوية ثورات أو مشاحنات إشيء العلاقة بخطط انقلابية عسكرية اغتيالات يعني تقريبا هاي أهم الأحداث اللي بتصير دائما في الزاوية السلبية اللي بتصير بين الشمس وبين أورانوس أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي الأخيرة هي زاوية التقاوب السلبية بين القمر وبين المريخ وهاي راح تكون فيه تمام الساعة 11 وتسعة وأربعين دقيقة مساء تخلق لدينا شعور بالملل من أي عمل روتيني فمنكون بحاجة للهدوء والتحلي بالصبر في أي مساعة منقوم فيه يفضل أخذ فترة من الراحة لاستعادة نشاطنا من جديد واللي بيكون محبط عاطفيا بثور ثورة عارمة من الغضب طبعا القمر بما أنه راح يكون موجود في الجدي معناة خلو المسار القادم راح يكون يوم الأحد اثنين خمسة بيبدأ فيه تمام الساعة ثنتين وسبعة وثلاثين دقيقة عصرا وبيستمر حتى تمام الساعة خمسة وثلاثين دقيقة مساء لا ينتقل بعدها القمر لبرج الدلو أما بالنسبة لعمر القمر عمر القمر انحسار المحدب تسعة عشر يوم في تمام الساعة ثمانية واثنين وعشرين دقيقة مساء بيصبح عشرين يوم نسبة الإضاءة اثنين وثمانين في المية أما بالنسبة لمزاج الكواكب وطبع الكواكب لهذا اليوم الشمس في الثور حتى يوم عشرين وخمسة منتحس بنسبة خمسة عشر في المية أما القمر في القوس وبدو ينتقل للجدي حتى يوم اثنين وخمسة سعيد بنسبة خمسة وعشرين في المية عطارد في الثور حتى يوم أربعة وخمسة سعيد بنسبة خمسة واربعين في المية الزهرة في الثور حتى يوم تسعة وخمسة منتحس بنسبة أربعين في المية أما بالنسبة للمريخ في السرطان حتى يوم 11-6 سعيد بنسبة 45% المشتري في الدلو حتى يوم 13-5 سعيد بنسبة 15% أما زحل في الدلو حتى يوم 23-5 منتحس بنسبة 10% أورانوس في الثورة حتى يوم 20-8 سعيد بنسبة 15% نيبتون في الحوت حتى يوم 25-6 سعيد بنسبة 15% وبلوتوف الجدي بيتراجع حتى يوم 16 منتحس بنسبة 15% وصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل بتنشطوا في مجال الدراسة والسفر والاتصالات لاسية من البعيدة وبتشعروا بقوة العاطفة وتجاوب أحبائكم معكم ممكن تخرج في رحلة أو تروج لعمل أو تحصل على معلومات ما كنت تتوقعها بيكون عندك نجاح وحظ في حياتك العاطفية والعائلية أما في ساعات المساء بينصب اهتمامك حول العمل ومصالحكم الاجتماعية أهم شيء أنك ما ترتجل المواقف والتصاريح يعني تصرح عن رأي معين كي لا تقابع هيّة الفوضى وعدم التنظيم ابتضغط عليك المسئوليات وبتواجه أمر صعب ومعقد أهم شيء أنك تلتزم بالمسئوليات فهذه الفترة فيها بعض المكاسب برج الثور بتعيدوا تنظيم أموركم المالية المشتركة والفرصة بتكون متاحة لمكسب مالي مع هيك بتكوا تخففوا من النفقات قدر المستطاع سارع لتهدئة الأجواء لأنها هاي فترة سلبية لغاية ساعات العصر وهي جيدة للاطلاع على أراء الغير ممكن تطلقى مساعدة أو تعاطف عليك التحلي بالليوني والتفكير الموضوعي أما في ساعات المساء بتنشطوا في مجال السفر أو الاتصالات تم لقاء أو فرصة تفتح أمامك أبواب لها علاقة بالسفر والتسويق النشر أو الدراسات العليا وبتفرح لانتصار أو لرحلة أو لمشاركة ناجحة أهم شيء أنك تتحرك على مختلف الأصعدة لأنه تقريباً معظمها فيها مكاسب برج الجوزاء يوم مناسب لتعزيز شراكاتكم سواء في مجال العمل أو في مجال العاطفة وهاي الفترة فيها نوع من أنواع السلبية لأن الطاقة بتكون فيها ضعيفة وضاغطة ما بين في عكسه والصبر والمرونة ممكن تتعرض لمضايقات أو خلافات طبعاً في ساعات المساء القمر بده ينتقل زي ما حكينا للجدي فبدعيدوا ضبط ميزانيتكم تدخلوا نوع من أنواع التعديل على نمط حياتكم لتتماشى مع التقدم والتطور في محيطك بيطمئن بالك وبتفرح لتطور معين فترة جيدة لتصحيح خطأ معين أو لتكرار محاولة سابقة برج السرطان أنجزوا ما بوسعكم من العمل المتراكم دون المبالغة في ذلك بدك تنتبهوا لغذائكم وراحتكم بدك تكون منظم وتحاول أنك تحسن إدارة عملك وحاذر من الجدال مع المعاونين وما تهمل صحتك لا تأجل ولا تماط العمل حتى لو طررت للعمل لساعات إضافية أما في ساعة المساء بينصب اهتمامكم حول تعزيز شراكاتكم بصير القمر مقابلك تماماً بدك تحافظ على هدوءك وما ترتجل الكلام أو توجه ملاحظات لأنه خصمك بهاي الفترة بصير قوي وما بيرحم تحمل لك هاي الأيام إيش يقول العلاقة بارتباط مهم حاول أنك تحافظ على هدوء عصابك وحاول أنك ما تكون عدائي برج الأسد بتشتد رغبتكم في التقرب من أحباءكم وتعزيز العلاقة معهم ما بيتخلى الحظ المالي عنكم بتنفرج أساريرك وبتعيش لحظات سعيدة نسبياً فترة إيجابية ومناسبة لطرح الأفكار والارتباطات أهم شيء أنك ما تهمل الواجبات اتجاه العائلة والأحبة وحاول أنك تصحح بعض الأخطاء أما في ساعات المساء بيتراكم العمل لديكم لا تهملوا صحتكم حاذروا من تعب صحي أو جسدي بيمنعك من أداء واجباتك اليومية كما يجب ممكن تظهر بعض المسائل العائلية أو الشخصية طارئة وممكن تشعر ببعض التوتر لأن القمر سيكون موجود في بيتك السادس وهذا البيت يعني مش صديق برج العذرق بوسعكم إدخال أي تعديل مطلوب على مسكنكم ابتجدوا تعاون من أفراد العائلة ممكن تقلق حول وضع عائلي أو منزلي وممكن تظهر لك هاي الفترة بعض المشاكل الشخصية أهمش أنك ما تتهرب من المسؤولية تجاه العائلة لأجواء ما زالت إعدائية ومتوترة حاول أنك تراعي وضعك الصحي أما في ساعات المساء بتشتد رغبتكم في التقرب والتفاهم مع أحباكم بتفرح لإنفراج ملموس وبترتفع فرص النجاح وبتشتد عزيمتك وبتقوم بخطوة مباركة ممكن اليوم تتلقى إشارة إيجابية لأنها هاي فترة مناسبة لالتقاط الأنفاس بعد العواصف برج الميزان بتنشطوا في أمور إلها علاقة بالسفر والاتصالات واليوم هذا مناسب لإجتياز امتحان بتعززوا العلاقة مع أخ أو جار وممكن تدعمك الحضوظ وتكون جريء في التعبير عن رأيك أو تتمتع بسرعة يعني سرعة بديهة عالية وتلفت النظر الأجواء اللطيفة ممكن تحمل لك لقاء عاطفي أو مصالحة أو ورشة عمل لتأهيل قدراتك أما في ساعات المساء بتفضلوا الأجواء البيتية والعائلية أهم شيء أنك تلطف الأجواء العائلية الضاغطة لأنها ممكن أنها تثير اضطرابك وامتعاضك أهم شيء أنك ما تخالف القوانين واحترم الموعيد والالتزامات المهنية وحاول أنك تهتم بعائلتك برج العقرب ثم فرصة لمكسب مالي بيجي عادة من عمل إضافي مع هيك تكونوا حذرين من النفقات امتنعوا عن المشتريات الغير ضرورية ممكن تهتم بتوظيف أموالك حاول أنك تكون عاقل في صرف الأموال ممكن تهتم لمناقش الدعم مالي أو قرض أو تفكر في بعض الاستثمارات والتوظيفات هذه الفترة إيجابية ممكن تحقق من خلالها بعض الأرباح أما في ساعات المساء بتكثر عندكم الاتصالات والتنقلات فترة مهمة للتواصل مع المجتمع ولا اسمع صوتك ممكن تقوم برحلة عمل ممكن تتحرك بفعالية كبيرة وتقوم باتصالات واسعة بتسفر عن اتفاق ومصالحة ولكن حاول أنها تكون بدون عصبية وحدية برج القوس ثقتكم بأنفسكم كبيرة وبعمكم النشاط بقدروا لخطوة جديدة بالدعم من مكانتكم الاجتماعية الفترة هاي بتحمل انفراج وتقدم الموس بعد مرابحة وركود عليك التحلي بالحكمة والواقعية للأمور بتشتد عزيمتك وبترتفع المعنويات وبتستعيد سيطرتك وبتحقق نجاح باهر أما في ساعات المساء بتعيد تنظيم ميزانيتكم أهمش أنك ما تغامر بأموالك لأنها هاي فترة حذرة ماليا ومعنويا حاول أنك ما تتسرع باتخاذ القرارات الحاسمة وخصوصا بعي شيء العلاقة بالمال لأنه أنت بالفترة هاي بحاجة لكل التعاطف والتضامن وبرضو في نفس اللحظة للدراسة والمشورة برج الجدي يجب الانتباه بشكل جيد لصحتكم من الآن لغاية ساعات المغرب تقريبا ولازم أنه ما تبلغوا في إنجاز ما لديكم من عمل متراكم لأنه تهدأ وطيرتك لحد الركود ممكن تلغي مشاريعك أو تعاني من تراجع معنوي أو صحي أهمش أنك ما تحسم أي أمر بالفترة هاي لأنها سلبية ومخيبة للآمل وممكن تندم على أي خطوة ممكن أنك تقوم فيها أما في ساعات المساء بتستعيد ونشاطكم وحيويتكم وبتستعيد حماستك وعزيمتك وبتمارس جاذبية لا تضاها للبدء بمشروع أو خطة جديدة بتملك الطاقة الكافية للانطلاق بمشروع جديد أو لحسم أمر عالق الفترة هاي ممكن تسمع فيها خبر صار بورج الدلو بوسعكم تعزيز صداقاتكم من الآن لغاية ساعة المساء منكم ممكن يحقق أمني بمساعدة صديق ومنكم ممكن يشارك في مناسبة سعيدة تتسع الأفاق وبتحتفل بنجاح أو تطور علاقة معينة ممكن تعزز شعبيتك وتحصد بعض الأرباح ممكن تفرح لوقوف أحد الأصدقاء أو الأقارب لجانبك بتخف عليك الضغوط لغاية ساعات المساء وبيطمئن بالك ولكن في ساعات المساء القمر بصير انتقل لبيت متاعبكم فبتدخلوا فترة غير مريحة بتلزمكم الانتباه أكثر لصحتكم اتجنب اتخاذ القرارات الحاسمة والمهمة لأنها فترة فارغة وفاشلة حاذر من الأفكار السودة والمعنويات المنخفضة لأنه ممكن يتخيب أمالك أو تتأخر أعمالك برج الحود يوم مناسب لللي بيبحث عن عمل واللي بيعمل بينجح بالدفع بمصالحه وبيحافظ على إنجازاته القائمة أهميش إنك تهدئ من روعك وما تنفعل اتجنب مخالفة القوانين وإحرص على استقرارك اتجنب الخلافات والمجازفات الشائكة وإحرص على لجمها إذا شعرت ببدايتها أما في ساعات المساء بتلتقوا الأصدقاء حاول تصحيح العلاقات المتردية وحاول أنك ما تبقى وحيد فترة ناشطة وواعدة دراسيا أو مهنيا أو عائليا ابتكثر من خلالها الاتصالات والموعيد وممكن يكون في عندك جمعة أو حفلة أو مناسبة ما هيك من كون انتهينا من توقعاتنا لهذا اليوم والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إلي أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء